موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة المتصلة بالتأمل في هدايات القرآن المتنزلة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى التي جعل لها هذا العنوان المبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الله عز وجل أرسل الرسل تتابعت الرسالات في الناس أرسل الرسل وأنزل الكتب وتتابعت هذه الهدايات من الله عز وجل في خلقه وكل نبي كان يأتي إلى قومه كان يأمرهم بعبادة الله وحده والإيمان بالله ويدعوهم إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله لكنه ما كان توحيدا منقطعا عن حياة الناس كان إيمان وتوحيد لله عز وجل يصل الدنيا بالآخرة ما جاء نبي لقومه ليقول لهم اعبدوا الله وصلوا لله ثم فعلوا في أمور حياتكم ما شئتم فالدين من أول يوم يصل الدنيا بالآخرة الدين من أول يوم هو موجود في الحياة العامة يهديها إلى الصراط المستقيم ولذلك نحن عندما ننظر في طبيعة الرسالات السابقة لرسالة نبينا صلى الله عليه وسلم نلاحظ أنها كان النبي يأتي ويأمر قومه بشيء بالإيمان ويأمرهم بمعالجة انحراف وقع في حياتهم يعني شعيب عليه السلام كان يأمر قومه بالإيمان بالله عز وجل ورسالته فيها معالجة لانحرافات وقعت في المعاملات التجارية يعني قومه كانوا يعيشون فسادا اقتصاديا فسادا في المعاملات التجارية وكان يدعوهم إلى الإصلاح من هذا الباب إلى إصلاح هذا الإعويات كان يقول لهم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصد ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين كان يدعوهم بهذه الدعوة أن يترهوا هذا الفساد وأن يعالجوا هذا الانحراف الذي وقعوا فيه لوط عليه السلام جاء ليعالج انحرافا أخلاقيا وقع فيه قومه يدعوهم إلى الإيمان بالله نعم لكن كذلك يدعوهم إلى ترك هذه الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين ولوط إذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون فهذه معالجة لانحراف في باب السلوك وفي باب الأخلاق موسى عليه السلام وأخوه هارون عندما بعثهم الله عز وجل إلى فرعون ما بعثهما فقط ليدعوا فرعون فقط إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله كان واضح في الرسالة كان واضحا جدا أن هناك أمر آخر متصل بذلك الفساد الذي كان موجودا فأتياه فقولا كما حكى القرآن إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد إناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى فهذا يعني أن موسى عليه السلام وأخوه هارون الرسالة التي بعث بها كانت تعالج انحرافا في كل شيء انحرافا في استبدادا سياسيا وتعالج ظلما اجتماعيا وقع بذلك الشعب شعب بني إسرائيل الذي كان فرعون يسومه سواء العذاب يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويجعلهم طبقة مسحوقة ويفعل بهم ما يفعل هذا كله ظلم اتماعي وقع على فئة من الناس موسى عليه السلام جاء ليكافح هذا الظلم ويدعو فرعون إلى الإيمان بالله وعلى هذا فكل الرسالات ما كانت تترك أمر الدنيا وتدعو الناس فقط إلى عبادة الله والإيمان بالله ثم لا حديثة عن اقتصاد ولا عن سياسة ولا عن اجتماع كل الرسالات كان فيها شيء من هذه المعاني من معاني اجتماع الناس من معاني سياسة الناس من هذه المعاني وعلى هذا فإذا كانت هذه الرسالات السابقة وهي رسالات محدودة محدودة بزمانها ومحدودة بمكانها يعني هؤلاء الأنبياء جميعا جاءوا إلى أقوامهم الله عز وجل يحكي لنا وإلى ثمود أخاهم صالحة إلى ثمود أخاهم صالحة وإلى عاد أخاهم هود وعلى لسان المسيح قال الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل خاصة إلى بني إسرائيل فقط فإذا كانت هذه الرسالات اللي هي محدودة إلى أقوام محددين في زمان محدد ومع ذلك كانت تصل الدنيا بالآخرة وتجعل الدين موجودا في الحياة العامة يهديها ويسيرها ويعالج الحرافاتها فكيف بالرسالة الخاتمة؟ الرسالة الخاتمة التي من شروط أنها خاتمة ومن ضروريات أنها خاتمة أن تكون شاملة مستوعبة لكل شعاب الحياة لأن الرسالات السابقة كان يأتي النبي ليؤكد معاني في الرسالة السابقة ليكمل نقصا ليضيف جديدا أما بعد الرسالة الخاتمة هذه فليس ثمة جديد يضاف وليس ثمة نقص يكمل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة إذا كان النبي يرسل إلى قومه فالله عزل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس لا لتخرج غريش ولا لتخرج العرب ولا لتخرج الناس كل الناس إلى قيام الساعة ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد هذه الرسالة الشاملة الخاتمة الكاملة المستوعبة لكل مشكلات الحياة الصالحة لكل زمان ومكان ومن هنا فالكلام عن أن الدين يقتصر أنه فقط علاقة بين الفرد وربه وأنه علاقة خاصة تعني الإنسان في خاصة نفسه ولا تعني مجموع الناس هذا الكلام بالمناسبة ليس جديدا يعني ليس هذا الكلام جديد قال به محدثون وإنما هو كلام قديم جدا قاله أناس من قبل ما فهموا طبيعة الرسالات حتى تلك الرسالات المحدودة يعني شعيب عليه السلام الذي ذكرناه وقلنا أنه جاء لقومه يأمرهم أن لا يبخس الناس أشياءهم وأن لا يطففوا في الموازين وأن لا يحثوا في الأرض مفسدين في باب التجارة وفي باب المعاملات التجارية هذه شعيب قومه قالوا له قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء يعني يريدون منه أن يصلي صلاته لكن يدعهم وشأنهم يعني هم يفعلون في أموالهم ما يشاءون يفسدون يطففون في الميزان يبخسون الناس أشياءهم ما العلاقة بين الصلاة التي يدعوهم إليها والإيمان الذي يدعوهم إليه وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون فعلى هذا فهذا الكلام ليس بجديد الذي يقال الآن في هذا العصر أن الدين علاقة بين الفرد وربه وأنه علاقة خاصة ولا تعني مجموع الناس ولا تعلق له باجتماع الناس هذا كله من الضلال القديم الذي كان أصلا موجودا في البشرية قديمة ومن مؤكدات أن الرسالة الخاتمة هذه وأن كل الرسالات كانت تصلت أنها ليست مجرد تعلق بإيمان وبتعبديات شعائرية منقطعة عن الحياة العامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يخرج إلى قريش بدعوته وبرسالة الإسلام كان قد اعتزل أصنامهم وكان يتحنث في غار حراء يتعبد الليالي ذوات العدد وقد اعتزل هذه الأصنام كلها ما تعرض له قريش بسوء بل بالعكس كان مقدما معظما مشرفا لقب بالصادق الأمين لقب بالصادق الأمين وهو كان يصلي صلاته هو لا يصلي صلاتهم وقد اعتزل أصنامهم ومع ذلك كانت له مكان عندهم ولقب بالصادق الأمين وفي حادثة تجديد بناء الكعبة لما كاد الناس أن يقتتلوا ودخلوا سلم من ذلك الباب وقالوا رضينا به حكم هذا الصادق الأمين رضوا به حكم ولقبوه بالصادق الأمين ولما ذهب إلى ورق بن نوفل عندما جاءه الوحي أول مرة وقال له ورق بن نوفل بعد علم حقيقة نبوته قال له يعني أنه سينصره إن مد الله في أجله إذ يخرجك قومك قال له هذا إذ يخرجك قومك فقاله النبي الكريم أو مخرجيهم أو مخرجيهم يعني هو يتعجب كيف لهؤلاء أن يخرجوه من بلده وهم يعظمونه بل حتى غير النبي الجاهلية كانت في سماحة شديدة جدا مع أناس قبل رسول الله ما عبدوا الأصنام كانوا على دين إبراهيم عليه السلام منهم زيد بن عمر بن نفيل والد سيدنا سعيد بن زيد أحد العشر مبشرين بالجنة زيد بن عمر بن نفيل ما عبد الأصنام أصلا وكان على دين إبراهيم عليه السلام فالجاهلية كان فيها أناس ما عبدوا الأصنام وظلوا على دين التوحيد ما تعرض لهم المشركون بسوء وظلوا معهم في تعايش وفي تسامح وما بدر منهم أصلا شر تجاه هؤلاء الناس هذا كله دليل على أن مجرد العبادة لا يعقبها صدام مع الشرك ولا يعقبها صدام مع المناهج المنحرفة إذا كانت فقط هي عبادة لكن لأن أبا جهل والوليد بن المغيرة وعدبة وغيرهم من والعاصب نوائل وكل أولئك علموا أن هذا الدين دين يتصل بالحياة العامة ودين سيغير كثيرا من أوضاعهم الفاسدة سيساوي بين الناس وسيمنع أكل أموال الناس بالباطل وسيحرر الناس وسيفعل وسيفعل فهم يعلمون هذا ولذلك رفضوه ولذلك حاربوه تلك المحاربة الشديدة ولذلك تبدل حالهم مع رسول الله من حال التكريم والتشريف وأنه عندهم الصادق الأمين إلى التكذيب وإلى المعادات وإلى البغضاء لأنه سيغير تلك الأحوال الفاسدة علموا فهموا تماما طبيعة هذا الدين يعني فصلنا لو جاءهم وقال لهم بلال بن رباح وعمار بن ياسر وخباب بن الأرد هؤلاء عبيدكم تفعلون بهم ما تشاءون أموالكم تتصرفون فيها كيف ما تشاءون ربا أو تطففوا في الموازين تبخسوا الناس أشياءهم تفعلوا ما شئتم النساء علاقتكم بها يعني كل الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لو قالهم افعلوا فيها ما شئتم وأنا فقط أصلي وأصوم وأتعبد الله كانوا قبلوا منه هذا وقد غبلوه من قبل من أولئك الذين كانوا على دين إبراهيم عليه السلام في الجاهلية لكن الدين لأن الدين هذا بطبيعته هذه دين يصل الدنيا بالآخرة ويهدي الحياة العامة كلها قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين هذا الدين لا سبيل أصلا إلى جعله علاقة خاصة بين الفرد ولا تعلق لها بحياة الناس ولا تعلق لها بالشأن العام هذا ليس من طبيعة الدين وليس من طبيعة الرسالة الخاتمة في شيء فالله نسأل أن يهدينا إليه صراطا مستقيمة وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرحمنا بالقرآن هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 موسيقى